السلام عليكم حبيباتي شلونكم شخباركم ان شاء الله تكونون بخير وصحة وسلامة يارب و هذا الفيديو رح نتعلم الطريقة الصحيحة لاستخدام كريم العين كريم العين نخلي هاي الكمية قد حبة العدس تمام يعني مثلا الجفن السفلي اخلي الكمية بقد هاي الجفن العلوي كمية بقد هاي ما يحتاج انه اخلي كريم كمية كل شي كبيرة اقول حتى احصل نتيجة اكثر لا البشرة رح تاخذ كمية بسيطة والبقي كلها رح يروح هدر فاخذ كمية مناسبة و ابلش اوزعها بطريقة الطبطبة تمام شوفوا و ممكن اخذها مسحة و الثانية بس وبالطبطبة هاي الطريقة المناسبة اما انه اضر رايحة راجعة رايحة راجعة و اجر الجلد و اسبب ترهل هاذ الشي غلط لا اوزعها بطريقة الطبطبة و ممكن مسحة واحدة و الثانية و الكمية المناسبة انتو شفتوها اوزع على الجفن العلوي زادا جفن السفلي و احاول اتجنب الرموش حتى لا يدخل بداخل العين و تتحسس البشرة و هذا المنتج رهيب خلال اسبوع واحد راح تشوفون نتيجة خرافية 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 مهما كان التعب و الارهاق و السواد و الترهل تحت العين راح تشوفون نتيجة حيل حلوة شخصيا انا سنين و اعاني من الهالات السوداء و الجلد نازل و صاير خطوط و استخدم منتجات و فترة و ممكن ما التزم و ممكن ما تعجب النتيجة بس صراحة هذا من يوم استخدمته و الى هسه تقريبا نصر علبة خلصت و ملتزمة بيه لانه حيل حيل حابة النتيجة كلش حلوة لان هذا الريتينول المنتج هذا او المكون يعني الدراسات كلها اثبتت عالميا انه هو الوحيد بالعالم يرجع البشرة بالزمن للوراء يعني يرجع البشرة شباب و تستطيعون تبحثون عن هذا الشي و ايضا متوفر سيروم من نفس نوع كريم بالعين اللي ينسميه السيروم الوردي او السيروم السحري من افون